أمنيا تزداد المخاوف من وقوع أعمال عنف جديدة خلال حفل تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة في العشرين من يناير وذلك ما أعلان وزير الأمن الداخلي بالوكالة تشاد غولف استقالته بعد خمسة أيام على قيام حشد من أنصار ترامب باقتحام مبنى الكابيتول وتشرف وزارة الأمن الداخلي على عدد من قوات إنفاذ القانون بينها الجهاز السري المكلف بضمان أمن البيت الأبيض والرئيس وقد حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي في وثيقة داخلية من أن أنصارا لترامب يخططون للقيام بتظاهرات مسلحة في الولايات الخمسين خلال الفترة الممتدة من نهاية الأسبوع إلى موعد أداء بايدن اليمين الدستورية من جانبه قال البيت الأبيض أن ترامب أعلن حال الطوارئ في العاصمة واشنطن وأمر بمساعدة فيدرالية لمساندة الجهود للاستجابة للظروف الطارئة الناتجة عن مراسم تنصيب الرئيس كما أعلن البنتاجون أنه سمح بنشر 15 ألف عنصر من الحرس الوطني خلال مراسم تنصيب بايدن في السياق ذاته حثت عمدة واشنطن موريل باوزر في بيان مشترك مع حكام ولايتي ميريلاند وفرجينيا حثت على عدم زيارة العاصمة يوم تنصيب جو بايدن ومتابعة الحفل عبر الإنترنت ترجمة نانسي قنقر